لم يعد للعناوين البراقة لبعض الكتل السياسية وقع على تطلعات العراقيين والتجارب خير برهان هذا قول الأنبار بعد أن خرج محافظها علي فرحان بإعلان كتلة الاستقرار المكونة من خمسة أعضاء فقط كتلة الاستقرار هذه يقول مراقبون وناشطون إنها صنعت بأيد غير مستقرة فرت من خسارة إلى الظفر بنيل موقع سياسي جديد جاءت بعد تقارب سياسي مفزع بحسب وصف المراقبين فبعد أن كانت معادلة فرحان نحوهم فيما مضى حديث تسقيط فاقع لونه لا يسر السياسيين إلى حد رفض مصفحتهم وتحميلهم وبالأدلة مسؤولية تدمير الأنبار ونقل أهلها إلى العراء قال إنهم الرعيل الأول الذي لم يتقبلهم الأنباريون وهذا حديث المعلقين باستغراب فما الذي جرى؟ وكيف تحالف مع من اتهمهم بتسليم المحافظة في مربع الموت؟ وصفت مواقع التواصل في الأنبار أن تلك الكتلة وتحالفها ليست إلا لعنة سياسية جديدة وضجيجها المدوي للعقول وصفت تأكيد على فقد الثقة بكل مسؤول نتيجة خسارة معركة الانتخابات المحلية ليأتي إلى صنيع كتلة مصيرها خاسر والحديث على لسان ناقدين ومراقبين الاستقرار نهج تحقيق الأمنيات للمواطنين والمواطنات لكن في الأنبار يتساءل المواطن الذي طفق بغرابة السياسات وسياسة التناقضات وتكثر التساؤلات ويبقى العراقي على قائمة انتظار لعشرات الإجابات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة